بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم يا تامة عندنا مادتنا الحاسوب في وحدة الانترنت هو البحث عندنا على المعلومات في شبكة الانترنت لما تعرفنا عندنا الحصة الماضية تبلشنا عنwaFW تعرفنا عندنا عن تعريف الانترنت تعرفنا عندنا على أنواع المستكشفات الموجودة عندنا اليوم بنا نعرف عندنا من خلال عندنا المحين لدينا على المعلومات في ش�ل الانترنت 또 قال أهم مميزات او مزايا الانترنت أهم مزايا للانترنت يأ Thanos تكون عندنا دقة والسرعة في إنجاز المعاملات في الحصول لنا على المعلومات في أمور كثيرة بيكون لنا فيها الدقة والسرعة وعشان صار في عنا تطور تكنولوجي سريع في الحياة أدى هذا إلى استخدام واستهلاك الإنترنت بشكل كبير وهذا أدى إلى توفير الوقت والجهد لنا في المعاملات الحكومية في المدارس في الجامعات بصير لنا التواصل لنا زي ما احنا متعامل هسا في الوقت الحالي اللي هو التعليم عن بعد أهم المواقع اللي احنا تم التعامل لنا معها وهو الأساسي أحيانا بيكون هو الـ عشان أنا أحسن عملية البحث اللي أنا بقوم عنا فيها بحث عمالي عن صور بحث عن الكول بحث عن فيديو عن خرائط أي شي بيخطر عنا في بالنا لازم تكون الصيغة اللي أنا عمالي بكتبها على البحث في الانترنت تكون سليمة 100% عندي رموز بتساعدني في عملية نتائج وتحسين البحث منها الزائد زي ما انتوا شايفين عندي الناقص علامة التنصيص ابني جي منتطلع عشان نتفرج كيف من نحنا نستخدم كل واحدة منهم منتطلع عنا فتحنا على صفحة عنا الرئيسية اللي هي زي ما انتوا شايفين يا تامن عنا هون فتحنا الموقع اللي هو البحث المتقدم وزي ما احنا منتطلع بين اللي هي الأدوات الموجودة عنا منستخدمها جينا عنا عند كلمة جوجل عملنا بحث عنا على جوجل احطينا مؤشر الفارة زي ما انتوا شايفين عنا بشكل هاد كتبنا مجرد الصحف زائد الأدنية زائد الاقتصادية هاي المثال اللي احنا رح نشتغل عنا عليه رمز الزائد أنا شو بستفيد منه وظيفته عند البحث عن صفحات الويب وتحتوي عنا على جمعي الكلمات المطلوبة بيقوم هو بعمل عنا في صفحات على جميع الكلمات اللي احنا موجودة عنا بيحتوي عنا على الصحف الأردنية وكلمة الاقتصادية أنا مجرد ما كتبت هاي المعلومات في الجوجل بعمل هيك مباشرة رح يطلع عندي كلمة طلع معي يا تامن زي ما انتوا شايفين عندي فوق على رأس الصفحة الصحف زائد الأردنية زي الاقتصادية عندنا مع البحث وهيها زي ما احنا شايفينها هون بيعطينا خيارات لكل كامل الأخبار صور فيديو خرائط عندنا المزيد والإعداد والأدوات هاي اكيد مش رح تكون جديدة عليكم لانكو أغلبكم بيستخدم عندنا الهواتف عندنا الذكية وبقوم عندنا بالدخول عندنا على صفحات الانترنت منلاحظ عملنا عندنا على الصحف الأردنية الاقتصادية اعطانا اقتصاد صحيفة الرأي اعطانا المزيد من اقتصاد صحيفة الرأي معناها عمانو بيربط عندنا ما بين كلمة الصحف والأردنية وما بين كلمة الاقتصاد منلاحظ انه هي عبارة عن إشارة الزائد شملت كل الأشياء الموجودة الموجودة داخل عندنا المربع البحث ابنيجي نطلع بعديها رمز الناقص شو بيعمل رمز الناقص شو بيفرق عن الزائد الزائد جمع ليها كلاتهم مع بعض الناقص بيعمل اشي معين فيها بيستخدم للبحث عن الكلمات التي تحتوي كلمة معينة ولا تحتوي عندنا على الكلمة الأخرى زي ما كنا شايفين الصحف عندنا الأردنية الاقتصادية معناها ممكن يكون يحتوي عندنا على كلمة الصحف ويستثني كلمة أن الأردنية الاقتصادية مثالنا صغير وبسيط الصحف ناقص الأردنية معناها عملية البحث بتتدور عندنا على كلمة الصحف وتستثني عندنا الأردنية الموجودة عندها هلأ عندنا رمز التخصيص الثالث اللي هو علامة التنصيص او علامات التنسيس هاي لما انا بحطها بين او بين براكتس او بين قوسين زي ما بحكوا علامات التنسيس ما انا بدور على جملة كاملة ببحث عنها بدور على موقع ببحث عننا على فيديو على الكل بشكل عام زي كلمة التعليم الالكتروني عملية البحث عن الجملة كاملة كما هي ابني جي منتطلع عنا في عنا للتغيير او عمليات البحث عننا لما بنحتاج احنا على الصور بشكل كامل طالما يا تامن أنا حطها على الكل بعدين على الصور منلاحظ عندنا كلمة الأدوات هي عبارة عن أدوات البحث هلا أنا في أدوات البحث لما باجي بختار صورة بعمل عندنا عليها عدة تنسيقات طالوا معي هلا أنا في أدوات البحث بعملت بحث عندنا عن الحاسوب بشكل كامل أعطاني كل الأشياء المتعلقة بالحاسوب وممكن يعطيني علىها مدار أكتر من صفحة بتخص الموضوع اللي أنا بعمله عملية البحث ولكن أدوات البحث الخاصة عندنا بالصور بتتميز بعدة مميزات أو بتعتمد عندنا على عدة أمور أنا أقدر أتحكم فيها أول إشي حجمها من خلال الحجم بقوم بحديد حجم الصورة بديها كبير أو صغير بعدما أحددها أو تعيين أبعادها اللي هنه بكون المقابض لإلها اللون بحيث ممكن تكون عندنا بصور صور بلون معين ممكن أخليها أبيض أخليها أسود أخليها شفافة زي ما هي بكون بنزلها ممكن أعملها من الزمن الماضي النوع عرض الصور التي تمثل وجوها أو صورا فوتوغرافية أو قصصات فنية وغيرها معناته أنا ممكن أتحكم فيها بهذه الحالة أربعة الوقت العثور على صور نشرة أخير أو بتاريخ معين أنا بدور عندنا على صورة بتاريخ 18-2-2018 مجرد ما أحطها بتبين عندي معاي التواريخ اللي أنا بديها وبتبين معاي في عملية عرض الصور التواريخ الموجودة تحتها أو التحديثات اللي حدثت عنا عليها حقوق الاستخدام هو عرض الصور التي يمكن إعادة استخدامها أو تعديلها منلاحظ إحنا في عنا مجموعة من الصور لما أنا بدي أجل أعدلها ما بتتعدل معي لأنه بكون صاحبها معطيها حق إنها ما يكون إلها حق إنها التعديل بالمرة أما في عنا صور بأخذها أنا بأعمل عنا على إعادة استخدامها أو تعديلها بالطريقة الملائمة لإلي عن طريق البحث عنا عبر الإنترنت آخر شيء منيجي منحكيه يوم درسنا خفيف لطيف صغير حل صفحة 63 من الكتاب إذا بإمكانك يا سابع يا تامن عفوا تطبيق الأنشطة الموجودة بالكتاب على جهاز الحاسوب يعطيكم العافية شكرا لكم